اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية صعر الرقبة مقدمة الصعر ويدعى باسم صعر الرقبة ايضا هو انحناء الرقبة الذي يؤدي الى الالم عند محاولة تحريكها ويصبح الرأس في هذه الحالة عالقا في وضعية محددة ومائلا الى احد الجانبين كما تكون الذخن مائلة الى الجانب الاخر لا توجد طريقة معروفة للوقاية من الصعر لكن المعالجة المبكرة يمكن ان تساهم في منع تفاقم هذه الحالة يناقش هذا البرنامج حالة الصعر وهو يتناول اعراضها واسبابها بالاضافة الى سبول معالجتها تشريح الرقبة تحمل الرقبة الرأس وتسمح بحركته في مختلف الاتجاهات الرقبة هي الجزء العلوي من العمود الفقري وتتألف من مفاصل وعضلات وعظام يدعى مقدار ومدى حركة المفصل باسم مجال الحركة وتتمتع مفاصل الرقبة بمجال حركة اكبر من بقية المفاصل في الجسم تتصل عضلات الرقبة بعظام الكثفين والعمود الفقري والرأس ويتسمح باستدارة الرأس من جانب الى اخر تسمح العضلات للرأس بالانحناء الى الامام والى الخلف ايضا وتستطيع الرقبة الانثناء الى اليمين والى اليسار ايضا تتفرع الاعصاب من العمود الفقري وهي تنخل الرسائل والاشارات من الدماغ الى بقية انحاء الجسم تسمح الاعصاب للدماغ بان يتحكم في حركات الجسم كما تقوم بنقل الاحاسيس من الجسم الى الدماغ الاعراض يؤد الصعر الى تناقص مجال حركة الرقبة وهذا يعني ان تحريك الرأس قد يصبح صعبا العرض الرئيسي للصعر هو وجاج الرقبة بحيث يصبح تحريكها مؤلما ويصبح الرأس عالقا في وضعية مائلة الى احد الجانبين وتكون الذقن مائلة الى الجانب الاخر هناك اعراض اخرى للصعر يمكن ان تشتمل على ما يلي صداع ارتجاف الرأس او اهتزازه المنف الرأس او الرقبة تيبس في عضلات الرأس او الرقبة التهاب عضلات الرقبة من الممكن ان يؤدي الصعر الى اضطرار المريض لرفع كتف اعلى من الكتف الاخر برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة الاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية الاسباب من الممكن ان تبدأ اعراض الصعر في الطفولة او بعد البلوغ وقد تحدث هذه الحالة نتيجة اسباب كثيرة مختلفة الصعر الخلقي هو نوع من الصعر يكون موجودا منذ الولادة ومن الممكن ان تحدث هذه الحالة اذا كان رأس الجنين في وضعية خاطئة خلال نموه في رحم امه كما قد تحدث هذه الحالة ايضا اذا كانت عضلات الرقبة مصابة او في حال وجود اصابة تعيق وصول الدم الى الرقبة اذا ظل الصعر الخلقي من غير معالجة فمن الممكن ان يؤدي الى ما يلي تغير في شكل رأس الطفل مشكلات الاكل عدم تناظر ملامحي الوجه من الممكن ان يحدث الصعر نتيجة تغيرات جينية وقد تنتقل هذه الحالة من احد الابوين الى احد الابناء يحدث الصعر المكتسب عندما يتعرض الجهاز العصبي او القسم العلوي من العمود الفقري او الرقبة الى اصابة الصعر مجهول السبب هو المصطلح المستخدم للاشارة الى حالة الصعر التي تحدث من غير سبب معروف الصعر التشنجي حالة مؤلمة تؤدي الى جعل عضلات الرقبة تتقلص على نحو غير ارادي حالة الصعر التشنجي حالة نادرة ومن الممكن ان تحدث في اي سن لكنها تحدث غالبا لدى النساء في اواسط العمر وتبدأ الاعراض على نحو تدريجي عادة من الممكن ان يؤدي الصعر المزمن الى تنميل وخدر في الرقبة وتشتمل المضاعفات المحتملة الاخرى على ما يلي تورم العضلات بسبب توترها اعراض تتعلق بالجهاز العصبي لا توجد طريقة معروفة للوقاية من الصعر لكن المعالجة المبكرة يمكن ان تنجح في منع هذه الحالة من التفاقم على المريض ان يستشير الطبيب سريعا اذا اصابه الصعر بعد مرض او حادث التشخيص يجري الطبيب فحصا جسديا للمريض كما يطرح اسئلة عن تاريخه الطبي خلال الفحص الجسدي يتفقد الطبيب وضعية المريض ليرى ان كان رأسه مائلا الى احد الجانبين مع ميل ذقنه الى الجانبي الاخر كما يتحرى عن وجود قصر في عضلاته الرقبة من الممكن اجراء بعض الفحوص من اجل تشخيص الصعر ومن هذه الفحوص التصوير المقطعي المحوسب للرقبة مخطط كهربية العضلات ENG لمعرفة العضلات الاكثر تدررا في الرقبة والرأس التصوير بالرانين المغناطيسي للرقبة والدماغ المعالجة تعتمد معالجة الصعر على سببه تركز معالجة الصعر الخلقي على تمطيط العضلات المصابة بالقصر في الرقبة ويجري بالنسبة للاطفال الصغار والردع استخدام طريقة في المعالجة تدعى باسم التمطيط السلبي والتوضيع وهذه الطريقة في المعالجة هي سلسلة من تمارين تمطيط العضلات تنجح معالجة الصعر الخلقي في تصحيح الوضع عادة وتكون هذه المعالجة أكثر فعالية إذا بدأ استخدام التمطيط السلبي والتوضيع قبل بلوغ الطفل ثلاثة أشهر من الممكن أن تكون الجراحة ضرورية من أجل تصحيح عضلات الرقبة إذا فشلت الطرق الأخرى في معالجة الصعر الخلقي وقد تجرى هذه العملية بين الثانية والرابعة من العمر إن سبل المعالجة من أجل الصعر المكتسب الذي يحدث بسبب إصابة العضلات أو القسم الأعلى من العمود الفقري أو الجهاز العصبي تعتمد على سبب الحالة من الممكن أن تجتمل معالجة الصعر المكتسب على ما يلي تمارين التمطيط من أجل الوقاية من تشنج العضلات استخدام سناد الرقبة الأدوية من أجل تخفيف الألم الناتج عن الصعر المكتسب فمن الممكن أن يخترح الطبيب ما يلي تطبيق الحرارة المعالجة بالتدليك شد الرقبة إن شد الرقبة هو معالجة تستخدم قوة ميكانيكية من أجل تطبيق قوة شد على العضلات ومن الممكن أن تكون هذه الطريقة مفيدة من أجل منع حدوث تشنجات عضلية من الممكن أن تكون حقن البوتوكس مفيدة من أجل تخفيف أعراض الصعر لكن هذه الحقن قد تكون ضرورية كل ثلاثة أشهر في بعض الأحيان يمكن أن يزول الصعر التشنجي من غير معالجة لكن الأعراض قد تعود من جديد تنجح حقن البوتوكس في العضلات المصابة غالبا في تخفيف أعراض وعلامات الصعر التشنجي وقد تكون الجراحة ضرورية أيضا على المريض افتشارة الطبيب إذا لم تتراجع الأعراض نتيجة المعالجة أو إذا ظهرت أعراض جديدة إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة إن الصعر ويعرف بالصعر الرقبي أيضا هو حالة تصيب الرقبة وتؤدي إلى الحد من مجال الحركة ويصف تعبير مجال الحركة مقدار ومدى قدرة الرأس والرقبة على الحركة هناك أعراض أخرى للصعر يمكن أن تشتمل على ما يلي من الممكن أن تبدأ أعراض الصعر في الطفولة أو بعد البلوغ وقد تحدث هذه الحالة نتيجة أسباب كثيرة مختلفة الصعر التشنجي وهو معروف أيضا باسم خلل التوتر الرقبي هو حالة مؤلمة تؤدي إلى جعل عضلات الرقبة تتقلص على نحو غير إرادي وقد تؤدي هذه الحالة إلى عجاج الرقبة أو إلى ميل الرأس إلى أحد الجانبين كما قد تؤدي أيضا إلى جعل الرأس يميل إلى الأمام أو إلى الخلف الصعر الخلقي هو نوع من الصعر يكون موجودا منذ الولادة ومن الممكن أن تحدث هذه الحالة إذا كان رأس الجنين في وضعية خاطئة خلال نموه في رحم أمه كما قد تحدث هذه الحالة أيضا إذا كانت عضلات الرقبة مصابة أو إذا كانت هناك إصابة تعيق وصول الدم إلى الرقبة يحدث الصعر الوراثي نتجة تغيرات جينية وهذه الحالة تنتخل من أحد الأبوين إلى أحد الأبناء وأما الصعر المكتسب فهو يحدث عندما يتعرض الجهاز العصبي أو القسم العلوي من العمود الفقري أو عضلات الرقبة إلى إصابة ويستخدم تعبير الصعر مجهول السبب للإشارة إلى حالة الصعر التي تحدث من غيري سبب معروف لا توجد طريقة معروفة للوقاية من الصعر لكن المعالجة المبكرة يمكن أن تساعد على منع الحالة من التفاقم وتعتمد معالجة الصعر على سببه شكراً لاستخدامكم برنامج X-Plane